بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء قلوس بين ايدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قلوس لا ينقطع الناس فكرى ان احنا مش ممكن نجلس بين ايدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله الشريف لا السلام عليك يا رسول الله فلما نسلم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يرد على روحه فنجلس بين إيديه احنا عملنا كده ونجلس ما بين إيديه دلوقتي نسمع حديث من حديث رسول الله عليه وسلم وإحنا في حضرته نسمع حديثه وإحنا مليانين بشوق إليه وبنور وببركة حضوره صلى الله عليه وسلم ولبنا مشتاقة أنها تتنور بأنوار طلعت البهية وكمال محياء وكمان جمال أنواره اللي هو حدثنا عنه لما قال إنما أتيت جوامع الكلم إنه أرضعا نكون مع حديث فيه من الجمال وفيه من الروعة ما لا يعلمه إلا الله حديث تكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وقال فيه صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس حديث ده حديث سيدنا النواسي بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس الحديث ده بيأسس لنا حاجة مهمة جدا جدا حاجة ممكن تساعد علماء النفس وما بيدرسوا حالة الإنسان ممكن تساعدنا كلنا وإحنا بنعرف أنفسنا وإحنا بنعرف هو إحنا في حالة التزان ولا لا في حالة جودة إنسانية ولا لا لما الإنسان يبقى شغال عنده هذا الإحساس أنه هو يقدر يحدد إيه النور وإيه الظلمة هذا الإنسان شخص متزن ويقدر يفعل مقتضى النور ويقدر يتجنب مقتضى الظلمة هو شخص متزن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق عايز تبقى من الأبرار كن حسن الخلق والإسمه عايز تكون من الآثمين امشي وراء ما حاكى في صدرك وكرهت أن تطلع علي وكرهت أن يطلع علي الناس يعني إيه؟ يعني لو أنت عندك حياة أخرى وبتمشي بالحاجات اللي مشيت ولا الحاجات اللي بتملأ صدرك أعرف أن أنت عندك مشكلة لكن لو حاكى في صدرك شيء ومنعته وتركته إيه اللي حاصل؟ يبقى ساعتها عندك رقابة داخلية وساعتها الضمير يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هذا الطمير يعمل ولذلك يمكن نحن نسمي الأحاديث زي ما كان نسنت الأئمة أنهما يسموا معظة الأحاديث زي يسموا حديث جبريل يسموا حديث النية زي حديث سيدنا عمر أسماء كتير كان بيلقبوا بيها الأحاديث البر حسن الخلق والإثم ما حاكى في نفسك وكرهت أن يبطلع عليه الناس الحديث ده ممكن نسميه إيه؟ أقرب الأسماء لهذا الحديث أن نحن نسميه حديث الضمير الحي لما واحد يكون ضمير حي يسعده على أنه يكون مع مولاه سبحانه وتعالى حضرت النبي سئل في أحد المرات وهو جالس مع أصحابه فقال له أحد الناس يا رسول الله ما البر والإثم فأجاب صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث البر حسن الخلق والإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يضطلع عليه الناس إيه بسأله ثلاث مرات طب ليه حاضرت النبي صلى الله عليه وسلم تركوا لي أسأل ثلاث مرات عشان مسألة مهمة والناس كلها تجتمع أزهنها ويجتمع كمان انتباهها لهذا الحديث المحوري حيث أقول لكم حاجة الحديث ده أنا بعتبره أصل من أصول الإسلام ليه بعتبره أصل من أصول الإسلام لأنه بيتكلم على الاتزان الإنساني بيتكلم على فاعلية هذا الدين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نسأل الله أنه ويجعلنا من الأبرار فإزاي تكون من الأبرار البر وحسن الخلق يبقى البر وإيه حسن الخلق طب والإسم اللي هو عكس البر شوف كده الميزان اللي هيحصل لك البر وحسن الخلق طب والإسم الذي يبقى ده ما يجب أن نتحلى به طب وما يجب أن نتخلى عنه الإسم والإسم ما حكى في الصدر ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع علي الناس الحاجات اللي هي بتكون في صدرك الحقد والغل وأن أنت تمشي وراء هذا الحقد والغل لكن لو حكى في صدرك ومنعته لكن لو اتبعته ولذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه وعمل إلى ما بعد الموت وإيه تاني والغافل من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله الأمان ينار بيض آه ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع علي الناس لما تمشي فرأيت من اتخذ إلهه هواه يبقى أنت لازم تحذر أن أنت تمشي خلف ما حاكى في الصدر وكرهت أن يطلع علي الناس طيب وماذا أفعل لكي أكون إنسانا متزنة عليك بالبر الذي به تعيش في قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إيه المكافأة اللي طلبها الله سبحانه وتعالى منك مكافأة يعود خرع عليك الله أحسن إليك فإيه المكافأة حسن الخلق اللي هو يعود عليك إنت فأنت هتبرر الله يعني إيه لحاصل هالجزاء والإحسان إلا الإحسان تبرر الله بإيه بحسن الخلق اللي هو بيعود نفع عليك صحيح العلماء عرفوا البر بقى تعريفات كتيرة منها مثلا أن البر هو الصدق والطاعة والخير والفضل كل دي تعريفات للبر وبعضهم قالوا أن البر هو التوسع في الخير بس فيه تعريف أنا بحب التعريفات اللي فيها حاجات إجرائية تساعدنا ده ففيه تعريف بيعرف البر بأنه هو ثلاث حاجات عرفه القاضي المهدي يقول إيه البر والصلة وإزداء المعروف والمبالغة في الإحسان يبقى الصلة أن أنت تصل للناس وإيه وإزداء الإيه وإزداء المعروف وإيه تاني يبقى ثلاث حاجات هو يبقى البر إيه هو الصلة وإزداء المعروف والمبالغة في الإحسان يبقى الثلاث حاجات اللي احنا ذكرناهم في تعريف البر وهما دولة ممكن نخليهم عبارة عن القاعدة اللي بنبني عليها مسألة البر ليه طيب؟ لأن البر دوتو كأنه بيخلي بهذا المعنى بيخلي الناس متقربين من بعض وعايشين مع بعض حالة من حالات الأمان وحالة من حالات الصفاء صفاء السريرة ويعيشوا السلوك والخلق حقيقة لما نتكلم أن البر دوت عبارة عن الصلة العلاقات الجيدة والحسنة وإزداء المعروف والمبالغة في الإحسان ده كمان فيه صيانة للعلاقات ولازم عشان نعرف البر لازم لما نقول الثلاث قيام دولة كمان لازم نقول حاجة مهمة جدا جدا إن إيه هي مكونات الخلق عشان لما نيجي نتكلم على حسن الخلق نمعرفين إيه الحسن الخلق بيتكون من ثلاثة عناصر النية والإرادة وده العنصر الأولاني والقيمة والسلوك يعني إيه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده يعني ببساطة خالص يبقى عندي قيمة هذه القيمة زي ما عندنا هنا المبالغة في الإحسان قيمة أنا عايز أخرجها ويبقى إيه؟ إزداء المعروف أدهو وفين بقى؟ والصلة الصلة اللي هي النية النية يبقى النية بتدفعني إلى تحويل القيمة إلى سلوك وأنا عشان أبقى حسن الخلق لازم أبقى حسن النية ولازم أن القيمة التي بقى أحملها تبقى قيمة راقية عالية زي قيمة الرحمة والخير والجمال ولازم السلوك اللي أنا أعمله يبقى سلوك حسن وخالق الناس بخلق إيه؟ حسن يعني سلوكك كمان يكون حسن وعشان كده ربنا سبحانه تعالى أمرنا أن احنا تعاون على البر والتقوى قال سبحانه تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفسر هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكان سائل أن سأل رسول الله صلى الله يا رسول الله كما سألوا الصحابة تلات مرات ما البر ما البر وما الاث فرح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وكأن رسول الله عليه وسلم بيقول للمسلمين أن أحد سمات البر أن الناس يكونوا في حالة اجتماع على فعل الخير وما تكونش أنت لوحدك لكن كمان أنشر الخير والبر في وسط الناس ما تبقاش أنت بس صاحب الخير وهو ده العلامة من علامات الأبرار أنهم بيساعدوا الناس على أنه يخرجوا أحسن ما فيهم ويجي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا البر علمته أنك تكون حسن الخلق فالبر حسن خلق إيه يعني البر؟ مش أن نصلي ونصوم فقط لكن كمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن جزء من مفهوم البر هو أن أنت تخالق الناس بخلق حسن وأن أنت تتعامل مع الناس فيبقى جزء من الطاعة أنك تتعامل مع الناس تعامل الحسن وأن يكون تعاملك مع الناس هو مليان بالإحسان وتكون أخلاقك مع الناس هي الأخلاق اللي بتدل على أنك أنت تحب أن تكون محسناً لكي يكون إحسانك في مقابلة حسن معاملة الله لك مش بس كده أنتوا معارفين البر ده ليه فايدتين مهمين كداً في حياتنا وفايدة كمان في الآخرة الفايدة الأولى أنه بيطول العمر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزيده في العمر إلا البر يعني اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى بيركله في عمره فعليه بالبر؟ اللي هو حسن الخلق يبقى حسن الخلق بيعمل إيه؟ بيوسع للإنسان ويزيد في العمر بعض الناس بيستشكلوا مسألة الزيادة في العمر يقولوا يا جماعة لما بينفخ في روح الواحد في رحم أمه بيكتب رزقه وشقيه أو سعيد وأجله إزاي ربنا سبحانه وتعالى يزيد في عمر الإنسان يزيد الزيادة في عمر الإنسان يا زيادة في البرك في ناس بيعيشوا في الديئة اللي بيعيشوا ناس كتير في السنوات طويلة البركة يا سيدي والبر من أوسع الأشياء التي تجلب البرك حسن الخلق ما شفتش حاجة تبارك في عمر الإنسان وفي عمل الإنسان قد حسن الخلق ولزاك حسن الخلق صلى الله عليه وسلم كمان فايدته إنه بيوسع ولزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفايدة التانية بقى بتاعة البر إذا كان هو حسن الخلق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالتسعون بحسن أخلاقكم والفايدة بقى بتاعة الأخرة بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نوصل بيها إلى الجنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة يعني اللي عايز يشوف باب واسع ومفتاح من مفاتيح الجنة الأكيدة فعليه بالبر اللي هو حسن الخلق وإزاك أقرابكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاق فواحد ممكن يسأل يقولي إزاي ربنا يخلينا ندخل الجنة لمجرد إن إحنا نكون تكون أخلاقنا حسنة مع الناس أقوله إن حسن الخلق دلالة على كمال الإيمان إنت ما سمعتش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول بيقول إيه في أكمل المؤمنين أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أكمل المؤمنين أمان بعد جد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويكشف لنا عن ميزان مهم جدا 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 في معرفة الصعوب والخطأ والحلال والحرام في يقول لنا حضرة النبي والإسم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس الإسم يعني الزنب بيساير أنواعه مش الزنب بس ده هو أن أنت تكون ملحد ولأنك أنت تنظر إلى محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن الزنب ليس صفة بس هتعرفها لما تأخذ ملحد لا هتعرفها قلوب المؤمنين أصحاب الأخلاق الحسنة وهتشوف ده ويبقى فيه ويبقى ديه شوية علامات العلامة الأولى أنه هو يحيك في نفسك يعني صدرك ما ينشحلوش وقلبك ما يطمئنش به آه ده إثم ده الحاجة الثانية أن أنت تكره أن يطلع عليه الناس أن الناس تشوفه لأن أنت لو هي كانت حاجة حسنة كنت إيه اللي هيصل كنت تفرح وتخلي الناس تحس أن هي معاك فيه وإزايك الحافظ بن رجب رحمه الله بيقول كلام مهم لازم نسمعه في قولي الإثم وما حاكى في نفسك فيقول هدي إشارة إلى أن الإثم ما إيه ما أثر في الصدر حرجا وديقا وقلقا الحاجة اللي يتحسزك بأن صدرك موجوع والآن يقول لك ما أثر في القلب ديقا وحرجا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له صدر الصدم ينشرح شي فيه ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه وهذا أعلى مراتب معرفة الإسم عند الاشتباه وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله يعني بيبقى أن المجتمع كله رافض ده وعشان كده المعنى ده واضح في قولي سيدنا عبد الله بن مسعود ما رأوا المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح وده كلام مهم جدا جدا لكل الناس اللي بتقول استفت قلبك وإن أفتك الناس وإن أفتوك إن الحديث بتاع استفت قلبك ليس لكل الناس وإنما لأهل البر ومش بس لأهل البر وإن دهت في الأخلاق مش في الأحكام ففيش حاس ما استفت قلبك في الأحكام الأحكام فيها إيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لأن أصحاب القلوب المظلمة ممكن قلوبهم تأمرهم بالمنكر فساعتها استفتاء القلبي ده النفس تيجي توقف قدام القلب وتحسسهم إنه إيه إن هي بتقوم مقابل القلب فإن اللي حاصل فتخدعهم وتغشهم فيقول لك إيه أنا قلبي حدثني بإن أنا أعمل ده وهو والعزو الله معصية ونفسه هي اللي أمرته بده ويكون فيه مهلكته ويقوله إيه أدوة النوع من أنواع اتباع الهوى يبقى إحنا لازم نلتفت إيه بقى الإجراءات اللي إحنا لازم نعملها إن إحنا طول الوقت نعمل إيه نعمل تنشيط لغدة الضمير أول حاجة عشان نقدر نعمل الكلام ده أول إجراء اللي لازم نعمله كل يوم الصبح الصبح وفي المسا تضع يدك على صدرك كده وتقول لنفسك إيه يا أيها القلب إن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك فإياك أن تجعل نفسك تطمس بصيرتك فإذا كانت نفسك تريد أن تذهب إلى أمر فاعرضه على مراد الله فإن وافق مراد الله فافعله وإلا فدعه تعمل عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى كل يوم الصبح أن أنت تعرض أمرك وحالك على مراد الله تعرض أمرك على مراد الله لأن مراد الله سبحانه وتعالى إيه لا يكون إلا في الخير دي أول حاجة يبقى في الصبح والمسا تعهد ربنا أن أنت تكون على مراده الحاجة التانية لابد بشكل واضح ألا تترك فراغا في ساعات يومك يعني أنت لو عارف أن فيه أمر فيه فراغ لازم تشغله بشيء فيه خير يعني أنت عيب عندك ساعة فضية هي مساعة فضية اعمل بيها شيئا تساعد به أهلك ترتاح وتقصد بهذه الراحة أن تتقوى على عبادة ربك وعلى اكتساب رزقك وإنت قاعد مع الناس تقصد بها أن أنت تقانس وتأتنس في مرضات الله وفي محبة الله إياك والفراغ فإن الفراغ يأتي على الناس بما يحيكوا في الصدر فكذين حديث رسول الله نفسك إلا أن تشغلها بالحق شغلتك بالباطل هتجيب لك حاجات تحيك في صدرك كتير فعشان كده ما تتركش فراغات في حياتك الحاجة التالتة والمهمة أن أنت لازم تعملها عشان إيه اللي حاصل عشان تتخلص من مسألة أن يبقى فيه شيء يحيك في الصدر أن أنت إذا أتى عليك أمر شدة أو أتى عليك أمر يلتبس فعليك باستشارة أهل المعرفة وأهل التربية وأهل الإقبال على الله إنما شفاء العي السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يا سادة ربنا سبحانه تعالى اكتب لنا على الدوام إن احنا نكون من أهل البر يا رب اكتبنا من الأبرار وجنبنا يا ربنا ما يحكوا في الصدر ونكره أن يطلع علي الناس واجعلنا من المنورين المباركين يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقى بحضرتكم وأسئلتكم اللي تلقناها على صفحة برنامجنا عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل